نروح بقى للحدث العالمي الأبرز والأهم النهاردة إن شاء الله ماتش الافتتاح بين قطر والإكوادور وأكيد حيكون لنا كلام كتير عنه بس عايزين في البداية نتكلم عن أبرز وأهم السمات المميزة للنسخة دي من المونديال أنا بكلمكم عن المونديال الحالي أول مرة يقام المونديال في دولة عربية وأول مرة تقنية التسلل حتكون شبهة آلية بشكل كامل أول نسخة تقام في منتصف الموسم يعني في أجواء شبه شتوية ومشدان معتاد وحضور أربع مباريات في اليوم الواحد ده برضو كان غير مسبوء هيكون موجود تقنية تبريد الملاعب ودي حاجة أول مرة هنشوفها وطبعا أكيد هتلتصق دايما بقطر كأول دولة تستخدم هذا التكنيك في فعاليات كأس العالم أول مرة هنشوف مشاركة حكام من السيدات في هذه البطولة بجانب زيادة عدد التبديلات إضافة كمان لوجود منصة لضعاف البصر ودي نقطة في منتهى الجمال الحقيقة أفتكن كمان أن تصريحات جياني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي مبارح كانت صارمة جدا في بعض الأمور اللي قننتها قطر واللي يعني الحقيقة برضو أثنى عليها وعلى التنظيم الجيد وعلى اتباع إرشادات الدولة المنظمة وعمل سترس الحقيقة على الجزئية دي من الكلام لأنه كان فيه يعني حملات الفترة الأخيرة وشوية اعتراضات من فئات معينة من الجهور حضرتكم أكيد تبعتوا كويسة اللي كان بيتقال فيما يتعلق بمسألة الخمول فيما يتعلق بمسألة ميول البعض من جماهير الدول العالم المختلفة اللي ممكن تكون حاضرة في هذا المونديال والحقيقة كان كل صارم في هذا الإطار المسؤولين عن الحكومة القطرية المسؤولين عن التنظيم حتى إنفنتين وهو شخصيا كمان الحقيقة يعني اتك شوي على تفصيل احترام عادات وتقاليد الدولة المضيفة والمستضيفة للفعليات حاجة كويسة وأكيد كلنا بنتمنى أنه ما يكونش فيه أي مشاكل على أي صعيد من الأسعادة ويهمنا أن قطر تنجح فيه تنظيم هذا المونديال الحقيقة أكيد حاجة حتخلينا كلنا كعرب نشعر بالفخر الحقيقة كل الأمور كمان بتقول أنه هيكون أكيد مونديال مميز جدا فيه أمور كتيرة يعني الحقيقة يعني بتقول كده فأكيد بتمنى لكل حضراتكم متابعة ممتعة إن شاء الله للفعاليات في هذه النسخة من المونديال قطر طبعا الفريق العنابي هيلعب مع الإكوادور بمنتخب يضم سكواد هايل جدا وكمان برضو لازم لو رحنا على الجانب الآخر حنلاقي أن منتخب الإكوادور هو كمان معظم لعبي في دوريات أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية سواء في المكسيك أو الأرجنتين يعني منتخب قوي وبيتميز بكرة قدم جميلة حتى لو ما كانش عنده محترفين نجوم في أوروبا باستثناء ثنائي يعني نادي برايتن الإنجليزي بنتمنى كل التوفيق لمنتخب قطر وبنتمنى لحضراتكم متابعة ومشاهدة شيقة إن شاء الله وأكيد إحنا يوميا في عشر الصبح في الأهلي حنتابع مع حضراتكم أول بأول كل المستجدات ونتائج كل المباريات إن شاء الله نسعد كلنا بهذا الأمر بإذن الله طيب هل نكمل كلامنا ولا نعمل إياها حضرات؟ نكمل كلام نكمل كلام الحقيقة النسخة دي الحقيقة ناس كتير قوي متوقع أنها تكون نسخة مبهرة إلى حد كبير ودازم طبعا لو خدنا في الاعتبار القدرات المالية والإمكانيات المادية للدولة المضيفة إن شاء الله تنعكس بشكل إيجابي يعني إيجابي وسير إعجاب إلى عالم كله فرصة عظيمة جدا لإلقاء الضوء على الشرق الأوسط وعلى عالمنا العربي وعلى قدرتنا كعالم عربي على تنظيم فعاليات أكبر يعني فعالية كروية في العالم الحدث الأهم والأبرز واللي كل عشاء كرة القدم وأنظار الدول بالكامل بتتجه أكيد بطبيعة الحل الدولة المستضيفة لهذا المونديال